السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني كسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الحلقات اللي احنا كنا بدأناها في الحلقات السابقة للتعريف بالمنهج ويمكن في الحلقة اللي فاتت كنت اتكلمت معاكم على المنهج بشكل عام وعرفنا أهداف المنهج بتاع مادة الدواير الإلكترونية وعرفنا محتوى المنهج بيتكلم عن إيه يعني خدنا كده فكرة سريعة عن منهج مادة الدواير الإلكترونية وإن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض بقى نتكلم على الباب الأول لمادة الدواير واللي هو بيتكلم على مصادر التغذية بالقدرة الكهربية ويعني نتكلم بالتفصيل شوية بس برضو لسه أنا زي ما قلت احنا لسه في الحلقات الايه التمهيدية يعني النهاردة برضو في الحلقة دية مش هنتكلم بالتفصيل قوي على المحتوى بتاع المنهج احنا لسه في الفترة اللي هي بداية العام الدراسي لسه يعني قدامنا شوية فدلوقتي بس مجرد ان احنا بنعرفكم بس بمحتوى المنهج بيتكلم عن إيه وإن شاء الله يعني في الفترة اللي جاية هنبدأ بقى نتكلم بالتفصيل عن كل جزئية في المنهج ونركز برضو على الأسئلة المهمة والحاجات اللي هي تتكرر في الامتحانات النهاردة هنتكلم بشكل عام على مصادر التغذية ويمكن كنت في الحلقة اللي فاتت ديتكم فكرة كده قلتلكم يعني ايه مصادر التغذية مصادر التغذية يعني ايه احنا عارفين طبعا ان اي جهاز الكتروني او اي دائرة الكترونية بتحتاج الى جهود سابتة تعمل على تشغيلها يعني مثلا الراديو ما هو جهاز الكتروني علشان تشغله مش لازم له مصدر للطياري الكهرابي طيب المصدر دوت هتجيبه منين حاجة من اتنين يا اما عن طريق البطاريات يا اما عن طريق دوائر الكترونية بتحول الطيار المتردد اللي هو المنبع الكهرابي اللي عندنا في المنازل المتين وعشرين فولت بتحوله من طيار متردد الى طيار ايه مستمر وبتخفضه على حسب القيمة المطلوبة يعني تحوله من متين وعشرين فولت لحد مثلا ثلاثة فولت او ستة فولت على حسب القيمة المطلوبة اللي هتشغل الجهاز الموبايل اللي كلنا مسكينه في ايدينا لما بنيجي نشغله ونشحن البطارية بتاعته بنشحنها عن طريق مين الشاحن الشاحن ده عبارة عن ايه لو فتحناه كده هنلاقي جواه ايه دايرة الكترونية صغيرة الدايرة الالكترونية دي اسمها مصدر تغزية يعني برضو بتعمل ايه بتحول الطيار المتردد بتحوله من طيار متردد الى طيار مستمر وتخفضه للقيمة المناسبة اللي هالقيمة المطلوبة علشان تقدر تشغل الدوائر الالكترونية اللي داخل بقى الجهاز اللي هو مسلا ازا كان تليفون او ازا كان راديو او ازا كان ريسيفر او اي جهاز الالكتروني وبأمعنى كده مصادر التغزية هي دواير الالكترونية مصادر التغزية عبارة عن ايه دواير الالكترونية بتوفر الجهود المستمرة اللزمة لتشغيل الاجهزة الالكترونية وطبعا احنا زي ما كنت لسه احصل على الجهود اللازمة دي اما من خلال البطاريات او من خلال دوائر تغذية. وطبعا الدوائر التغذية بتبقى افضل ليه? لانها هتوفر. انا لو استخدمت بطاريات فالبطاريات طبعا اه يعني بتفضى بتخلص وبتتلف وبحتاج ان انا اغيرها كل فترة. فبتبقى العملية مكلفة شوي. لكن انا لما بستخدم بقى دوائر التغذية اللي هو زي دائرة الشاحن مثلا كده اه في اجهزة كتير بتبقى في دائرة تغذية موجودة جوه الجهاز. بدل ما استخدم بطاريات لا. انا بستخدم بحط الفيشة في الكهرباء على طول. وهي بتخفضلي الجهد دوت من 220 فولت. لحد خمسة فولت ستة فولت تشغل بهم الجهاز. ومش محتاج بطاريات. في الباب دوت ان شاء الله هنتكلم مع بعض على مكونات دوائر التغذية. ونعرف انواعها. واخواص كل مرحلة فيها. تعالوا نبص كده على الشاشة. احنا بنقول هنا الباب الاول طبعا بيتكلم على دوائر التغذية بالقدرة الكهربية. ودي اول حاجة فيها. هناخد رسم تخطيتي لمكونات دوائر التغذية. يعني بيعرفني دائرة التغذية بتتكون من ايه? ايه المراحل اللي بتتكون منها. وتاني حاجة بنعرف انواع دوائر التوحيد. اللي هي توحيد نصف الموجة وتوحيد الموجة الكاملة. تالت حاجة دوائر التنعيم بانواعها. ودايرة مضاعف الجهد. ودوائر تنظيم الجهد. واخر حاجة مصادر التغذية بالقدرة تراز سويتش. طيب. تعالوا بقى نبدأ كده واحدة واحدة. اول حاجة. ما هي اهمية دوائر التغذية? انا لسه اقيلها من شوية. انها بتوفر جهود التغذية السبتة. اللي بتعمل على تشغيل الدوائر الاساسية لجميع الاجهزة الالكترونية. سواء كانت مكبرات او اجهزة ارسال او اجهزة استقبال او غيرها. يعني اي جهاز الكترونية? هيبقى محتاج لجهود تغذية سبتة. علشان تشغله. جهود التغذية دي هجيبها منين? من دوائر التغذية. طيب. انواع مصادر التغذية. بيمكن الحصول على جهود التغذية من? يا اما البطاريات الجافة او البطاريات السائلة? يا اما عن طريق دوائر تغذية تعمل على تحويل الطيار المتغير الى طيار مستمر. وهي دي طبعا اللي احنا بندرسها ان شاء الله في المنهج. دوائر التغذية. اللي بتحول الطيار المتغير الى طيار مستمر. في رسم تخطيتي لمكونات دوائر التغذية بالقدرة الكهربية. والرسم ده بيوضح لي دايرة التغذية مكونة من ايه? يعني شفتوا المسال اللي انا قلت لكم من شوية. الشاحن بتاع التليفون. ايه اللي جواه? احنا قلنا داية التغذية. طب مكوناتها ايه? نبص كده. هنلاقي اول حاجة ايه? محول قدرة. محول ايه? قدرة. طيب بعد ايه? والمحول ده زي ما انتم عارفين بيبقى عبارة عن ملف ابتدائي وملف سانوي. طب فايديته ايه بالمرة? بيقوم بخفض جهد المنبع. بالقيمة المطلوبة للحمل. يعني زي ما انتم شايفين كده شكل الموجة اللي داخلة هنا بتاعت الطيار المتردد. هتخرج برضو موجة جيبية برضو. ولكن طبعا المحول ده هيخفضها هيخفض الجهد بتاعها. مثلا من مئتين وعشرين فولت يخفضها يخليها خمسة فولت او ستة فولت. بعد كده دايرة التوحيد. ودائرة التوحيد هنا الغرض منها ايه? انها بتوحد الطيار المتغير او الطيار المتردد. وتحولوا الى انصاف موجات موجبة زي ما انتم شايفين كده. اشارة الدخل هنا كانت عبارة عن موجة جيبية. يعني انصاف موجبة وانصاف سالبة. الخارج هنا عبارة عن انصاف موجبة فقط. طيب. بعد كده في دايرة اسمها دايرة تنعيم. شوفوا هنا شكل الموجة اللي خارجه من دايرة التوحيد. ده عبارة عن طيار موجب. بس بنسميه طيار ايه? موحد الاتجاه. لكن لسه ما بقاش طيار مستمر. انا عايزه يبقى طيار ثابت. يعني مش عايزين هنا الجهد يزيد وبعدين يرجع يقل. يزيد ويرجع يقل. احنا عايزين يبقى ثابت. ففي دايرة اسمها دايرة تنعيم. الدايرة دي بتعمل ايه? بتحول الطيار النابض اللي هو الموحد الاتجاه ده. اللي هو خارج دايرة التوحيد. بتحوله الى طيار مستمر. ثابت القيمة. زي ما انتوا شايفين. شوف كده هنا شكل الطيار عامل ازاي? بعد خارج دايرة التنعيم. ثابت. بعد كده بقى في الاخر خالص. دايرة تسبيت الجهد. دايرة تسبيت الجهد هنا في ايدتها ايه? انها بتقوم بتسبيت جهد الخارج عنده قيمة سابتة. ضد تغير جهد المنبع. يعني جهد المنبع هنا مش معرض لانه يزيد فجأة. طب لو الجهد هنا زاد. ايه اللي هيحصل? الطبيعي ان جهد الخارج هنا المفروض يزيد. لا دايرة التسبيت بقى اللي احنا بنحطها دي. وابسط حاجة لها بيقابرة عن صنائي زينار. بتعمل ايه? بتحافز على جهد الخارج عنده قيمة سابتة. حتى عند زيادة جهد المنبع. ودي بتحافز لي طبعا على الجهاز الالكتروني اللي انا هشغله بعد كده. بتحميه طبعا من زيادة الجهد. وبتخليه بقى شغال بكفاءة عالية. لان التغير في الجهد دا برضو ممكن يؤدي الى ايه? يا اما انه يخلي الجهاز يبدأ يشتغل بطريقة اه يعني فيها مشاكل او فيها اخطاء. يا اما انه هيعرض جزء من مكوناته للتلف. فبداية التسبيت هنا بتحميه لي الجهاز الالكتروني من زيادة جهد المنبع. طيب. تعالوا نشوف كده بقى اول حاجة. المحول بيعمل ايه? اه? يقوم بخفض او رفع جهد المنبع المتغير بالقيمة المطلوبة. طيب انا من شوية قلت يكون بخفض الجهد. فعلا. تقريبا معظم الدوائر الالكترونية ان ما كانش كلها بتحتاجي لجهود ايه? منخفضة. فالمحول بقى اللي احنا بنستخدمه هنا في دايرة التغذية في الغالب بيكون محول ايه? خفض. يعني بيخفض جهد المنبع بالقيمة المطلوبة للحمل. طيب. تاني حاجة. دايرة التوحيد. الغرض منها ايه? تعمل على تحويل الطيار المتغير الى طيار نابد. موحد الاتجاه. زي ما احنا شايفين على الرأس ما اوه. حولت الطيار المتغير هنا. الى طيار ايه? نابد. يعني انصاف مجابة. طيب بعد كده دايرة التنعيم. ودي الغرض منها. بتقوم بتحويل الطيار النابد. اللي هو الموحد الاتجاه. الى طيار مستمر. طيب. في الاخر بقى دايرة التسبيت. الغرض منها. انها بتعمل على تسبيت جهد الخارج المستمر. في حدود معينة. ضد تغير جهد المنبع. او تغير الطيار المسحوك من دايرة التغذية. يعني الحمل لو تغير. اثناء التشغيل. الجهاز يعني اللي انا بشغله. خلاص. بسبب ارتفاع درجة حرارة او غيرها. هنلاقي ان الطيار المسحوب هيتغير. وبالتالي ان الجهد هنا هيتغير. دايرة التسبيت بقى بتحافز هنا على ايه? على الجهد يفضل ثابت. سواء جهد المنبع اتغير او الطيار المسحوب من الحمل اتغير. يبقى بتحافز على تسبيت جهد الخارج. في حدود معينة. طيب. نبدأ ان نشوف بقى كده اول حاجة من المكونات محول القدرة. هو المحول دا تركيبه ايه? احنا عارفين ان هو عبارة عن ملف ابتدائي زي ما احنا شايفين كده اللي على اليسار دا. والملف اللي ابتدائي هنا بيكون متصل بمين? بالمنبع المتردد. منبع الجهد الايه? المتردد. الملف السانوي ناحية تانية اهو. الملف دا متصل بمين? بالحملة. طيب. لو جينا بصينا هنلاقي الملفين طبعا في ملفوفين على قلب مغناطيسي. طب ايه اللي بيحصل? ان الطيار الكهرابي لما يمر الطيار المتردد لما يمر في الملف الابتدائي بيتولد مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي دوت زي ما انتو شايفين كده اللي هو الاسهم اللي باللون الاحمر دي. ها بيمر كده? ويتقاطع مع مين? مع الملف الثانوي. اهو. يبقى المجال المغناطيسي هنا كده? يتقاطع مع مين مع الملف الثانوي. فيتولد ايه بقى هنا? في الملف الثانوي? قوة دفعة كهرابي بالحس المتبادل. طبعا الجهد بقى اللي هيتولد في الملف الثانوي بيختلف على حسب آآ النسبة بين عدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي. يعني ممكن يبقى محول رافع وممكن يبقى محول ايه خفض. لو الملف الثانوي عدد لفاته اكبر هيبقى محول رافع للجهد ولو الملف الثانوي عدد لفاته اقل هيبقى محول خافض للجهد. لو كان الملف الثانوي عدد لفاته اقل من الابتدائي. يبقى محول ايه خفض. ده الشكل طبعا بتاع المحول زي ما احنا شايفين اللي على اليسار ده الملف الابتدائي اللي هي اللي باللون الاحمر ده وملفوف طبعا بعدد معين من اللفات الناحية التانية ده الملف الثانوي اللي باللون الازرق بيكون طبعا مصنوع من سلك من النحاس المعزول والملفين هنا ملفوفين على قلب من ركائق الصلب السيليكوني او من شرائح الحديد يعني طيب لما يمر الطيار زي ما قلنا في الملف الابتدائي بيتولد مجال مغناطيسي المجال مغناطيسي ده بيمر في القلب الحديدي كده ويتقاطع مع الملف الثانوي فيتولد في الملف الثانوي قوة دفعة كهرابية يعني جهد كهرابي زي ما قلنا طبعا الجهد ده هيبقى كنتو كام على حسب النسبة بين عدد لفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي هنا عدد لفات الملف الثانوي زي ما انتو واضعين كده بالكو هتلاقي عدد اللفات قليل اللي هي اللي باللون الازرق دي اقل من الملف الثانوي الملف اللي ابتدائي يبقى معنى كده المحول ده هيبقى محول ايه محول خفض لان عدد لفات الملف الثانوي اقل من عدد لفات الملف اللي ابتدائي يبقى محول ايه محول خفض ده الشكل طبعا بتاع المحول. الشكل العملي بتاعه. والبيانات طبعا بتبقى مكتوبة عليه. زي ما انتم شايفين. مكتوب هنا الانبوت. يعني جهد الدخل كام? مئتين وتلاتين فولت. خمسين هرتز. يعني الطير متردد. عدد الزبزبات خمسين زبزبة في الثانية. الاوتبوت يعني جهد الخارج. كنته كام? اتناشر فولت. يبقى المحول ده. اللي موجود قدامنا على الشاشة. هيخفض لجهد المنبع. من مئتين وعشرين فولت. الى كام? الى اتناشر فولت. القدرة بتاعته كم وات? عشرة وات. مكتوبة هيت قدامنا. خلاص? اه اللي فوق طبعا الموديل بتاع المحول طبعا. وده بيختلف بقى على حسب الشركة يعني المصنع. الاطراف طبعا بتاعته زي ما انتم شايفين. اي دي طرفين ناحية دي. وطرفين ناحية تانية. خلاص? طرفين منهم متوصلين بالملف الابتدائي. والطرفين التانية متوصلين بالملف اللي ايه? السنوي. ولو خدتوا بالكم البكرة اللي هي اللي في النص دي. دي اللي ملفوف عليها الملفين. الملف الابتدائي والملف السنوي. ومع زولين طبعا عليهم عازل اللي هو اللي باللون الاسفر ده. عشان يحمي طبعا الاسلاج بتاعت الملف. دايرة التوحيد بقى. تعمل على تحويل الطيار المتغير. الى طيار نابض موحد الاتجاه. طيب. انا بستخدم في الموحدات او دايرة التوحيد. بستخدم ايه? بستخدم موحدات سيليكون. زي اللي قدامي كده في الشكل اللي هو اللي علمين ده. الموحد ده بيبقى ليه طرفين زي ما انتم شايفين. طرف منهم بنسميه الانود والطرف التاني بنسميه الكاسد. ولو لاحظنا هنلاقي فيه علامة اللي هي الخط اللي باللون الابيض او الرمادي اللي بيبقى على الحرف هنا. اللي انا بشاور عليه ده. ده بيحدد لي الطرف الكاسد بتاع الموحد. هنا في الموحدين اللي فوق دول اهو. طرف الكاسد هنا على اليسار اهو. اللي انا بشاور عليه ده. الموحدات دي طبعا بتستخدم لتوحيد الطيار. ليه? الا ان زي ما انتم خدته في الصف الاول في سنة اولى. الموحد ده بيتكون من بلورتين واحدة مجابة واحدة سالبة. يعني انود وكاسد. يوصل الطيار امتى? لما يكون متوصل في اتجاه امامي. يعني الانود مجب والكاسد سالب. طب لو الطيار اتعكس مش هيمر. علشان كده الموحد ده يمرر النص المجب ويمنع النص الايه السالب. وممكن نستخدم الموحدات دي على شكل كنتارة. كنتار التوحيد. يعني نستخدم اربع موحدات. علشان توحد لي الموجة كاملة. وبنسميها هنا داير التوحيد موجة كاملة. على اليسار بقى في شكل تاني. دي عبارة عن كنتارة التوحيد بريتج. البريتج ديت هي جواها اربع موحدات. متوصلين طبعا على شكل كنتارة. ليها اربع اطراف. طرفين منهم اللي هم اللي في النص اللي انا بشاور عليهم دول. مرسوم عليهم الطيار المتردد اهو. موجة الطيار المتردد. يبقى دا الدخل بتاع دايرة التوحيد. طب الطرفين التانيين. اللي على اليمين خالص ده مكتوب عليه موجة. واللي على الشمال الخالص دوت مكتوب عليه ايه? سالب. طرفين دول عبارة عن الخارج بتاع دايرة التوحيد. ده هيبقى الطرف الموجة. واللي على الشمال دوت الطرف السالب. انواع دوائر التوحيد. نوعين دايرة توحيد نصف موجة. والنوع تاني دوائر توحيد الموجة الكاملة. طبعا دوائر توحيد نصف الموجة يعني معناها هتمرر النصف الموجة بفاقط والنصف السالب مش هيمر. دايرة توحيد الموجة الكاملة بستخدم فيها موحدين. او اربع موحدات. بحيث ان انا استفيد من النصف السالب من موجة الدخل. فالخرج بتاعي هيبقى برا عن انصاف موجات موجبة متلاحقة او متتالية. يعني النصف الموجة بيمر. طب والنصف السالب من موجة الدخل بيحصل له ايه? بيبقى فيه موحد تاني بقى. بيشتغل فيه خلال النصف السالب من موجة الدخل. ويمرر ليه الطيار دا. ويمر برضو في نفس الاتجاه. فيعني معناك ان احنا بنعكس النصف السالب من موجة الدخل ونخليه موجة برضو. فيبقى موجة الخارجي كده عبارة عن موجة ايه? كاملة وموجبة. دايرة التوحيد النصف الموجة. زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي قدامنا دا. انا بستخدم هنا ايه? زي ما احنا شايفين كده على الشكل قدامي. دا عبارة عن موحد. اللي هو سناء السيليكون. ليه طرفين انود. والطرف التاني الكاسود. متوسل مع الحمل. اللي هو RL مقاومة الحمل. والمنبع طبعا هنا عبارة عن ايه? طيار متردد. موجة الدخل طيار متردد يعني نصف موجب وبعدين نصف سالب. وبعدين نصف موجب وسالب وهكذا. الموحد هنا زي ما احنا لسه قيلين انه بيعمل بس ويسمح بمرور الطيار امتى? لما يكون موصل في انحياز امامي. يعني لما يكون الطرف الانود اللي هو الايه? عند النقطة ايه? لما تكون موجبة. يعني عند النصف الموجب من موجة الدخل. هيكون الموحد في انحياز امامي ويسمح بمرور الطيار الى مقاومة الحمل. فنلاقي هنا شرط الخارج عبارة عن ايه? هدي نصف موجب. طيب. نيجي بقى عند نصف موجة الدخل السالبة هنا. هنلاقي الوضع هيتعكس. ايه اللي هيحصل? الطرف الانود بتاع الموحد ده هيبقى متوصل عليه جهد سالب. يبقى معناه انه هو متوصل كده في انحياز عكسي. وبالتالي مقاومته تبقى كبيرة جدا. ويمنع مرور الطيار. فنلاقي هنا الخارج عبارة عن ايه? صفر. فيش طيار في الخارج. بعد كده بقى لما ييجي النصف الموجب من الموجة التانية. يبدأ الموحد يسمح بمرور طيار. ويخرج النصف الموجب وهكذا. فنلاقي ان الخارج هنا عبارة عن ايه? انصاف موجات موجبة فقط. دون السالبة. طبعا دايرة التوحيد النصف الموجة ديت زي ما انتم شايفين دايرة بسيطة. ولكن طبعا احنا هنا ما استفدناش بموجة الدخل كاملة. احنا استفدنا فقط بنصف الموجة الموجب بس. لكن النصف السالب ما استفدناش منه. فمعنى كده انه هيبقى فيه فقد في القدرة الكهربائية. علشان كده في دوائرة توحيد تانية افضل منها. اوه زي ما احنا شايفين كده دا شكل موجة ايه? الدخل والخارج. هنا النصف الموجب مر في اشارة الخارج اوه. طب النصف السالب اللي هولي باللون الاخضر دا اتمنع. ففي الخارج هنا مفيش خارجة هيبقى صفر. وبعدين يجي النصف الموجب يمر. فالخارج يبقى هنا في ايه? عبارة عن نصف موجب والنصف السالب لا يمر. يبقى الخارج هنا زي ما قلنا عبارة عن انصاف موجبة فقط ولا يمر النصف السالب. دايرة توحيد بقى الموجة الكاملة اللي هي باستخدام الموحدين هتعالج لي العيب اللي احنا لسا يلينه. انا لسا اقيل دلوقتي ان دايرة توحيد النصف الموجة انا استفدت فقط من نصف موجة الدخل اللي هو النصف الموجة. لكن النصف السالب ما استفدتش منه. علشان كده دايرة توحيد الموجة الكاملة ناخد بالنا بقى هستخدم فيها موحدين دي واحد ودي اتنين. وهستخدم محول محول قدرة المحول ده له نقطة منتصف او طرف متوسط يعني في ملفه السانوي. وده مهم جدا ليه بقى؟ لان نقطة المنتصف ديت زي ما احنا شايفين هناخدها هي الطرف الايه؟ السالب بتاع الدايرة. المحول ده بيعطيني جهدين متسويين في الملف السانوي. شايفين النقطة ايه اللي هي اللي فوق والنقطة بيه اللي تحت. بيعطيني جهدين متسويين ولكن مختلفين في زاوية الوجه. يعني ايه؟ يعني لما تكون النقطة ايه اللي فوق موجبة زي ما احنا شايفين كده على الرسمة اللي انا بشاور عليها فوق اهيه. نصف الموجب. هنلاقي تحت عند النقطة بيه الجهد هنا ايه؟ سالب. والعكس لما يجي بقى الطيار الدخل هنا يتغير يبقى نصف سالب من موجة الدخل. فهنلاقي الطرف اللي فوق عند النقطة ايه بقى سالب. لكن الطرف اللي تحت عند النقطة بيه اتغير وبقى موجب اللي هو اللي باللون الاخضر ده. يبقى هنا داير التوحيد الموجة الكاملة باستخدام الموحدين لازم نستخدم فيها محول. المحول دوت له طرف متوسط في ملفه الثانوي علشان يعطيني جهدين متسويين ومختلفين في زاوية الوجه. طيب لما نيجي بقى نشوف كده فكرة عملها بسيطة جدا بقى. هنقول خلال نصف موجة الدخل الموجبة ايه اللي هيحصل. هيكون جهد النقطة ايه موجب. بالنسبة للنقطة بيه. فيكون الموحد دي واحد في انحياز امامي. ويسمح بمرور الطيار من النقطة ايه. ويمر كده من خلال الموحد. ويروح لمين؟ لمقاومة الحمل اللي هي RL. ويكمل الدايرة لحد ما يوصل لمين؟ لنقطة المنتصف في الملف الثانوي. شايفين كده؟ ايه دي اتجاه الطيارة هو ماشي بالاس وما هي. اهو كده. اللي باللون الاحمر ده شايفين اتجاه الطيار؟ كمل الدايرة لحد ما وصل هو لنقطة المنتصف. طب الموحد دي اتنين كان في انحياز عكسي. ليه؟ النقطة بيه كان عليها جهد سالب. فالموحد دي اتنين هنا مش شغال. طب تعالوا نشوف بقى كده خلال نصف موجة الدخل السالبة ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان الطرف بتاع النقطة ايه اللي هو اللي فوق. هيتغير ويبقى سالب. طب بصوا بقى للنقطة بيه اللي تحت. الجهد اللي عليها هيتغير ويبقى موجب. يبقى دلوقتي الوضع هيتعكس. الموحد دي واحد هيبقى في انحياز عكسي. علشان عليه جهد سالب يعني مش هيشتغل. لكن الموحد دي اتنين ده عليه جهد موجب. لان النقطة بيه جهدها ايه؟ موجب. يبقى متوصل في انحياز امامي. وهيسمح بمرور الطيار الى مقاومة الحمل. طب بصوا كده على بقى شكل الطيار هنا هيمر ازاي؟ اهو الاسهم اللي باللون الازرق دي. يمر كده ويروح لمقاومة الحمل. اهو يكمل طريقه. ويرجع تاني ها لنقطة المنتصف. خدنا بالنا كده الطيار هنا مر من خلال الموحد دي اتنين. وراح لمقاومة الحمل في نفس الاتجاه. يعني في النص الاولاني اللي هو اللي احنا كنا عاملينه باللون الاحمر دوت. بصوا الطيار جاي في مقاومة الحمل اهو من اعلى كده ونزل اهو لتاحت صح؟ طب خلال نصف موجة الدخل السالبة من موجة الدخل الموحد دي اتنين اللي اشتغل. بصوا بصوا عامل ايه؟ مرر الطيار اهو وراح لمقاومة الحمل في نفس الاتجاه برضو. يعني معنى كده ان الطيار هنا كله هيبقى انصاف ايه؟ موجبة متلاحقة. يبقى انا هنا استفت من نصفي موجة الدخل النصف الموجب والنصف السالبة. ده شكل طبعا موجة الدخل وموجة الخارج. زي ما انتم شايفين الشكل موجة الدخل هنا طيار متردد انصاف موجبة وسالبة. جهد الخارج هيبقى انصاف موجبة فقط. بس نلاحظ ايه؟ ان النصف السالب اللي هو اللي كان باللون الاخضر ده اتعكس وبقى ايه؟ وبقى موجب. يبقى الموحد دي واحد ها هو اللي خرج لي النصف الاولاني اللي هو باللون الاحضر. والموحد دي اتنين هو اللي خرج لي النصف التاني اللي متلون باللون الاخضر. وهكذا. يبقى الموحدين هنا بيعملان ايه؟ بالتبادل. داير التوحيد الموجة الكاملة باستخدام اربع موحدات. دي نوع تاني من دواري التوحيد اللي هي باستخدام اربع موحدات. بدل ما كانوا موحدين اتنين لا هستخدم اربع موحدات بس هوصلهم على شكل قنطرة زي ما احنا شايفين كده طيب الطرفين اللي فوق واللي تحت ده الدخل بتاع الطير المتردد طيب زي ما احنا شايفين كده متوصلين بمين الملف الثانوي بمحاول ايه الدخل طيب الطرفين التانين الطرف اللي علي مين هو الطرف المجب والطرف اللي على الشمال ده هو الطرف السالب طيب لما نيجي بقى نشوف فكرة عملها تشغل ازاي الدايرة دي هنا المحاول ده محاول خفض عادي هنشوف كده موجة الطيار وهي دخلة قد النصف المجب اهو لما يجي يمر كده هيروح لمين للملف الثانوي فالنقطة ايه جهدها هيكون موجب بالنسبة للنقطة بي فمعنى كده ايه اللي هيحصل هنلاقي ان الطرف اللي فوقه هو تموجب مين اللي هيبقى شغل في انحياز امامي الموحد دي واحد والموحد دي تلاتة هم اللي في انحياز امامي ليه الموحد دي واحدة هو الطرف الانوت بتاعه عليه موجب طيب بص كده الموحد دي تلاتة هتلاقي الكاسود بتاعه متوسل بمين بالسالب طيب يبقى كده الموحدين هنا هيبقوا دي واحد ودي تلاتة في انحياز ايه امامي وهيمر الطيار هيمر الطيار ازاي بقى؟ هيمر من خلال النقطة ايه؟ اهو نبص كده من الاسمه ايه ويمر يروح للموحد دي واحد وبعدين يروح للمقاومة اللي هي مقاومة الحمل ويكمل اتجاهه ويرجع تاني عشان يروح لمين؟ بص كده راح للموحد دي تلاتة اهو وبعدين من الموحد دي تلاتة يكمل للنقطة بي ويكمل الداير طب الموحدين التانيين دي اتنين ودي اربعة لقى كانوا في انحياز عكسي ليه؟ لو انت بصت كده هنا على الموحد دي اتنين هتلاقي فوق الكسود بتاعه اهو متوصل مع مين؟ مع النقطة ايه؟ اللي هي مجابة فيبقى ده في انحياز عكسي فمش هيمر طيار يبقى الموحدين دي اتنين ودي اربعة في انحياز ايه؟ عكسي طيب لما جهد الدخل يتغير يبقى النص سالب يبقى نقول خلال نصف موجة الدخل السالبة ايه اللي هيحصل؟ الوضع هيتغير هيبقى الموحدين هيبقى جهد النقطة بيه؟ هو اللي هيبقى موجب بالنسبة للنقطة ايه؟ فاللي هيحصل ازاي؟ الموحدين دي اتنين ودي اربعة هم اللي هيبقوا في انحياز امامي اما الموحدين دي واحد ودي ثلاثة هيبقوا في انحياز عكسي تعالوا نبص كده على شكل الطيار اهو هيمر كده الطيار من النقطة بيه ويمر الموحد دي اربعة ويروح للمقاومة قاومة الحمل ويرجع تاني علشان يروح لمين للموحد دي اتنين وبعدين للنقطة ايه فو عشان يكمل الداير يبقى كده الطيار هنا في الحالة دي اتمر خلال الموحدين دي اربعة ودي اتنين يعني لاحظنا ايه لاحظنا ان كل موحدين هنا بيشتغلوا مع بعض يعني الموحد دي واحد وثلاثة كانوا موصلين امتى عند النص الموجب من موجة الدخل طيب عند النص السالب من موجة الدخل الوضع اتعاكس الموحدين دي اتنين واربعة هما اللي هيشتغلوا يبقوا بيعملان ايه بالتبادل ده شكل طبعا موجة الدخل وموجة الخارج وزي ما احنا شايفين برضو الخارج بتاعها زي دايرة التوحيد الموجة الكاملة باستخدام موحدين يعني برضو انصاف موجات موجبة متلاحقة طبعا الدايرة دي اللي هي توحيد موجة كاملة باربع موحدات يعني العيب اللي احنا نقدر نقوله فيها ان انا بستخدم اربع موحدات يعني عدد الموحدات كتير ولكن العيب دا ما هو الزوء اهمية الموحدات دي حجمها صغير ومش مكلفة لكن طبعا لها مميزات تانية بقى اكتر زي طبعا ان انا استغنيت عن محول القدرة الذي له نقطة ايه منتصف في ملفه السانوي مش محتاجه وكمان دايرة توحيد الموجة الكاملة اللي باربع موحدات دي نقدر نستخدمها بدون محول قدرة فهتبقى برضو موفرة دوائرة تنعيم بقى يمكن في بداية الحلقة وردتكم الرسم التخطيطي بتاع دايرة التغذية وقلنا اول حاجة طبعا دايرة التوحيد ودايرة التوحيد كانت زي ما قلنا بتوحد الطيار المتردد وتحوله الى انصاف موجات مجابة ولكن لسه ما بقاش طيار مستمر طيب انا علشان بقى احول الطيار النابض اللي هو الموحد الاتجاه ده وعايز احوله الى طيار مستمر اعمل ايه؟ بستخدم دايرة اسمها دايرة التنعيم دايرة التنعيم دي بتحول الطيار النابض الى طيار مستمر ابسط مثال لها وابسط صورة لها عبارة عن مكسف يعني بستخدم مكسف من النوع الكيميائي عشان الساعة بتاعته بتكون كبيرة والمكسف دوت عن طريق الشحن والتفريغ احنا عارفين المكسف طبعا لما بيتوصل في الدايرة بيقوم بتخزين الشحنات الكهربية ولما الجهد على اطرافه يبدأ يقل المكسف بيفرغ شحنته في الدايرة فهنا المكسف هيعمل ايه؟ هيعود الانخفاض في الجهد يعني احنا عارفين طبعا الانصاف المجابة الجهد بيزيد وبعدين يرجع يقل وبعدين يزيد ويقل فالمكسف هنا هيعمل ايه؟ لما الجهد يبدأ يزيد هو يشحن ولما الجهة دي بدأ يقل المكاسف يفرق شحنته فبالتالي الجهة دي مش هيقل ويرجع للصفر علشان كده بنسمي الدوائر دي تسمها دوائر ايه؟ التنعيم يعني معناها انها بتنعم موجة الطيار بدل ما تبقى انصاف مجابة وفيها ربل او تموجات كتير لأ المكاسف هنا بيقلل التموجات دي ودوائر التنعيم برضو فيه انواع منها يمكن ابسط صورة لها زي ما قلنا باستخدام مكاسف بيتوصل على التوازي كده مع الحمل زي ما احنا شفنا طيب ممكن استخدم ملف الملف ده يتوصل مع المكاسف بس الملف طبعا بيكون على التوالي فالملف هنا زي ما انتم عارفين ان الاعاقة او الممنعة بتاعته بتكون كبيرة عند الطيار المتردد او عند التموجات فالملف هنا يعمل ايه؟ بنسميه ملف خانق يعني بيمنع التموجات ويسمح بمرور الطيار المستمر فدي طبعا هتبقى اكفى الكفاءة بتاعتها هتبقى اعلى وفيه نوع تاني من دوائر التنعيم ممكن بدل ما استخدم الملف استخدم مقاومة مع المكاسف يبقى داير التنعيم تبقى عبارة عن ايه؟ مقاومة متوصلة على التوالي ومكاسف على التوازي ممكن يبقى مكاسفين واحد قبل المقاومة ومكاسف تاني بعدها وطبعا دي برضو بتبقى اكفى لان المكاسفات زي ما قلنا كل لما تكون الساعة بتاعتها كبيرة او عددها هيكون اكتر بالتالي انها بتنعم الطيار بطريقة اكبر وطيار الخارجي هنا يبقى طيار مستمير تعالوا نبص كده على الشاشة يبقى احنا قلنا دايرة التنعيم بتستخدم لتحويل الطيار النابض اللي هو خارج دايرة التوحيد الى طيار مستمير ناقي وابسط صورة لها باستخدام مكاسف قادي الشكلة هوا دي عبارة عن ايه؟ قادي المكاسف اللي متوصل على التوازي وقادي مقاومة الحمل اللي يعني الجهاز اللي انا هشغاله مثلا ايا كان طيار اللي داخل هنا كان طيار ايه؟ موحد يعني انصف مجابة اللي خارج بقى بعد المكاسف هيبقى عبارة عن ايه؟ طيار مستمير طيب ليه هيحولوا الطيار مستمير؟ انا قلت عن طريق الشحن والتفريغ المكاسف هيشحن لما الجهد يزيد على اطرافه ولما الجهد يبدأ ايه؟ اللي هو يفرق شحنته فبالتالي بيعوض الانخفاض في الجهد قادي شحن باك لموجهة الدخل بصوا كده ايه دي انصف مجابة خلاص طيب ناخد بالنا بقى تحت المكاسف بقى هيعمل ايه؟ الجهد هنا لما يبدأ يزيد المكاسف هنا يشحن شايفين الجزء اللي بلون الاحمر ده؟ المكاسف هنا بيشحن طيب لما وصل للقيمة العظمى لجهد الدخل لما يجي جهد الدخل هنا يبدأ ينخفض يقوم المكاسف يفرغ الشحنة بتاعته شايفين اللي هي باللون الازرق ده؟ او الخط اللي بلون الازرق ده هنا المكاسف بيفرغ الشحنة بتاعته وبيفرغها ببطء علشان كده الجهد منزلش هنا للصفر لا ده فضل برضو فيه جهد هول الخارج ممكن يقل شوية صغيرة لحد ما توصل الموجة التانية وبعد كده المكاسف يرجع يشحن مرة تانية اللي هي الجزء اللي بلون الاحمر وبعدين لما الجهد يبدأ يقل المكاسف يفرغ شحنته فواخدين بالنا الخارج هنا بقى عبارة عن ايه؟ طيار مستمر به نسبة قليلة من التموجات يعني ده طيار مستمر بس فيه تموجات بسيطة يعني اعمال بيزيدوا بايه؟ وبيقل بنسبة ايه؟ بسيطة بنقدر برضو نتغلب على الجزء ده اللي هي التموجات دي زي ما قلت ان احنا نستخدم مكاسفات من النوع الكيميائي وتكون الساعة بتاعتها كبيرة واقدر استخدم ملف خانق فبالتالي بقلل التموجات دي وكمان بعد دايرة التنعيم بنزود حاجة بقى اسمها ايه؟ دايرة تنظيم للجهد او تثبيت الجهد ودي زي ما قلنا انها بتثبت الجهد بتاع الخارج تخلي كنتو ايه؟ سبتة عنده قيمة معينة في دايرة اسمها دايرة مضاعف الجهد بسيطة جداً ويمكن اديتكم فكرة عنها قبل كده دايرة مضاعف الجهد دي بنستخدم فيها موحدين ومكسفين من النوع الكيميائي وزاعة ساعة كبيرة وزي ما احنا شايفين كل مكسف منهم متصل على التوالي مع موحد يعني ايه؟ اهو الموحد الاولاني دي واحد متوصل معه سي واحد كده طيب الموحد التاني اللي هو دي اتنين متوصل معه المكسف سي اتنين طيب فكرة عملها ايه؟ دايرة مضاعف الجهد هي من اسمها بتضاعف جهد المنبع المتغير وتحوله لطير مستمر يعني لو جهد الدخل هنا 10 فولت متغير جهد الخارجي بتاعها هيبقى كام؟ هيبقى 20 فولت وطيار مستمر يعني طرف موجب والطرف التاني سالي دايرة طبعا فكرتها بسيطة جدا زي ما احنا شفنا في دواري التوحيد الموحد بيشتغل ويسمح بمرور الطيار لما يكون متوصل في انحياز امامي يعني الانود موجب طيب بصوا كده خلال نصف موجة الدخل الموجابة ايه اللي هيحصل؟ بيكون الموحد دي واحد في انحياز امامي ويسمح بمرور الطيار شاحنا المكسف سي واحد بالقيمة العظمة لجهد الدخل اللي هي هنسميها VB يعني لو جهد الدخل دوت 10 فولت يبقى المكسف سي واحد دوت هيشحن بقيمة كام؟ 10 فولت طيب، الموحد دي اتنين كان في انحياز عكسي؟ مش شغال خلال نصف موجة الدخل السالبة بقى الوضع هيتعكس الموحد دي اتنين دي واحد هيبقى في انحياز عكسي مش هيشتغل طب بصوا بقى دي اتنين الموحد دي اتنين هيبقى في انحياز امامي والطيار هيمر كده شاحنا المكسف سي اتنين اهو من الموحد دي اتنين بنفس القيمة العظمة برضو لجهد الايه؟ الدخل يبقى المكسف سي اتنين هيشحن هو كمان ب 10 فولت والمكسف سي واحد كان محتفظ بالشحنة بتاعته طيب، يبقى معنى كده جهد الخارجي هنا بقى لن هاخده هناخده من على طرفي المكسفين سي واحد و سي اتنين يعني معنى كده ان جهد الخارجي هنا هيساوي ايه؟ اتنين في بي، يعني ضعف القيمة العظمة لجهد الدخل المكسف سي واحد كان شاحن ب 10 فولت سي اتنين كان شاحن ب 10 فولت يبقى جهد الخارجي هنا بقى كام؟ 20 فولت ضعف قيمة جهد الايه؟ الدخل وطيار مستمر يبقى حول جهد الدخل من طيار متغير الى طيار مستمر وتم مضاعفته عشان كده بنسميها دايرة مضاعف الجهد اهو نبص كده على شكل الطيار اهو الاسهم الطيار ماشي كده المواحد دي واحد شاحنا المكسف سي واحد اهو بالقيمة العظم المواحد دي اتنين مشتغالش طيب بصوا بقى خلال نصف المجهة السالبة بص الطيار بقى هيعكس التجاهه يمشي كده بالاسهم اللي باللون الازرق دي ويشحن المكسف سي اتنين ويمر من خلال مواحد دي اتنين اهو يكمل الداير جهد الخارجي كده بقى يساوي ايه؟ الشحنة اللي موجودة على المكسفين علشان هم متوصلين على التوالي فيبقى جهد الخارجي هنا ضعف جهد الدخل وطبعا المكسفات دي لازم تكون من النوع الكيميائي وزاد ساعة كبيرة علشان اه ما يبقاش فيه تموجات كبيرة في جهد الخارج يعني جهد الخارجي يبقى ثابت دوائر تنظيم الجهد طيب انا لسه اقول لكم من شوية اقول لكم معايا كده ان ممكن جهد المنبع فاي لحظة يتغير يعني زي ما انتو كده بتبقوا مشغالين مثلا الانهارة اه وفي اي وقت اتلاقي الضوء زاد شوية وبعدين رجع قل تاني ده معنى ايه؟ معنى ان جهد المنبع ممكن يتغير ممكن يزيد وممكن يقل طيب زيادة الجهد دي ممكن تأثر لعلى الدوائر الالكترونية بصورة كبيرة وتعرضها للتلف كمان لان في الغالب بيقى فيها عناصر الكترونية بتكون حساسة زي الترانزيسورات وزي الدوائر المتكاملة ولو الجهد المنبع زاد عن قيمة معينة الترانزيسور مش هيقدر يتحمله فهيمر فيه طيار كبير ويسخن ويتحرق ويتلف علشان كده لازم بنحتاج دايرة اسمها دايرة تنظيم الجهد بنحطها كده في الخارج بتاع دايرة التغذية يعني دي بتاعة اخر مرحلة من مرحلة ايه من مصدر التغذية علشان تسبتلي الجهد حتى مع زيادة جهد المنبع يعني مثلا ابسط مثال ليها لدايرة التنظيم عبارة عن زنر وانتوا زي ما خدتوا في سنة اولى كده ان سناء الزنر بيتوصل على التوازي مع الحمل وبيتوصل في اتجاه عكسي وبيحافظ على جهد ثابت على اطرافه يعني لو جهد المنبع زاد جهد الزنر اللي على اطرافه هيفضل ثابت وبالتالي جهد الحمل هيفضل ثابت علشان هو متوصل على التوازي مع الزنر طيب هنا طبعا الزنر زي ما قلنا ابسط وسيلة لتنظيم الجهد في عندي بقى دوائر تانية بتبقى افضل من الزنر لان الزنر برضو بيبقى فيه عيب انه بيسمح بمرور طيارته للوقت فبالتالي بيمر في طيارته للوقت فبيبقى فيه قدرة كهربية مفقودة فيه بقى طرق تانية من تنظيم الجهد بنستخدم فيها ترانزيستر ودي بنسميها داير التنظيم التوالي وفيه داير التنظيم باستخدام دايرة متكاملة اللي هي بتكون عبارة عن IC تكون IC صغيرة كده ليها تلات اطراف وبيبقى ليها قيمة معينة للجهد يعني برضو لما باجي اشتريها بيبقى ليها مواصفات فنية يعني بقول لي انا عايز دلوقتي الجهد اللي انا محتاجه كمته كام وليكن مثلا 5 فولت يبقى اروح اشتري IC رقمها كام 78 05 يبقى معناها ايه هتثبت لي الجهد هنا عند كام عند 5 فولت ممكن اكون محتاج جهد اكبر يبقى بالتالي اشتري دايرة متكاملة خلاص الجهد التاعها بيكون ايه اعلى والرقم اللي بقى مكتوب عليها هو اللي بيحدد لي الجهد اللي بتشتغل عنده او بتثبت الجهد عنده فيه غير الدوائر المتكاملة فيه دايرة تنظيم برضو مشهورة قوي اللي هي دايرة تنظيم تراز سويتش وكلمة سويتش يعني مفتاح اليكتروني علشان بنستخدم فيها ترانزيستور والترانزيستور ده بيعمل كمفتاح الكتروني يعني بيوصل ويفصل بسرعة عالية جدا بيبقى التردد بتاعه 15625 مرة في الثانية يعني يوصل ويفصل 15625 مرة في الثانية فبيقطع الطيار المستمر اللي بيمر خلال الترانزيستور فبيحولوا النبضات مربع عشان كده بيسموها ايه؟ دايرة تنظيم تراز سويتش او بمقطع الطيار ويمكن الدايرة دي تلكفاءة بتاعتها عالية قوي وليها مميزات كتير علشان كده بنستخدمها فيه اجهزة مختلفة ويمكن بتستخدم كمان في التلفزيون علشان التردد بتاعها اللي هو 15625 بيوافق تردد المسح الافقي في التلفزيون اللي هو 15625 طيب تعالوا نبص كده على الشاشة يبقى بنقول تنظيم الجهد معناه ايه؟ تثبيت الجهد في حدود ضيقة عند تغير جهد المنبع او تغير الطيار المسحوب من دايرة التغذية وقادي الشكل هوت منظم الجهد وهنا الدخل زي ما انتم شايفين كده هنا الدخل غير ثابت يعني الجهد هنا ممكن يزيد ممكن يقل زي ما انتم شايفين بص بقى الخارج عبارة عن ايه؟ لا هنا الجهد ثابت القيمة يبقى دايرة تنظيم الجهد بتثبت الجهد اللي هو جهد الخارج بتاع دايرة التغذية في حدود ضيقة عندها تغير جهد المنبع يبقى تثبيت الجهد عنده قيمة ايه؟ ثابتة اهمية تثبيت الجهد ايه؟ بتحتاج الدايرة الالكترونية زي ما قلت من شوية الى مصادر تغذية زاد جهد اكثر ثابتا يعني جهدها يبقى ثابت ليه؟ لانها تتأثر الى حد كبير بالتغير في جهود تشغيلها وخاصة اذا ارتفعت هذه الجهود يعني لو زي ما كنت لسه بقول اي دايرة الالكترونية فيها ترانزيستور او فيها اي سي لو الجهد المنبع زاد ترانزيستور ممكن يتعرض للتلف او الاي سي دايرة المتكاملة علشان كده لازم ان احنا بنحط ايه؟ دايرة لتثبيت الجهد تنظيم الجهد باستخدام ثنائي الزينار زي ما انتم شايفين دا الرمز بتاع ثنائي الزينار زي شكل الموحد بس طبعا الكاسود بتاعه بقى ايه؟ نعمللو شرطة ميلة كده ايه ليه طرفين انود وكاسود الزينار بيتوصل فاتجاه عكسي ويتوصل على التوازم على الحمل مع مكومة الحمل وبيحافظ على جهد سابت على اطرافه دا الشكل العملي بقى شكل الزينار اهو ليه طرفين زي ما قلنا انود وايه وكاسود وشايفين الخط السود اللي فوق دا دا الكاسود بتاعه والزنر بيبقى مكتوب عليه رقم مش عارف واضح ولا لا قدامكو الرقم دوت بيبقى جهد الزنر بتاعه يعني الزنر برضه هيثبت الجهد عند جهد قد ايه ممكن يبقى مثلا ستة فولت بنلاقي مكتوب عليه ستة خلاص ستة فولت ممكن نلاقي الجهد بتاعه تسعة فولت مثلا او عشرة فولت بيبقى سناء الزنر خلاص بيبقى ليه جهد معين بنسميه جهد الزنر اللي هو الجهد اللي هيثبت او جهد التشغيل اللي هيثبت الايه جهد المنبع عنده حتى لو جهد المنبع زاد دائرة تنظيم باستخدام سناء الزنر نبص كده بقى بتتوصل ازاي زي ما انتو شايفين كده ادي المنبع ده الجهد المستمر بعد توحيده يعني بعد دائرة التوحيد ودائرة التنعيم في مقاومة هنا اسمها ر اس مقاومة توالي وده بتتوصل مع الزنر زي ما انتو شايفين الزنر هنا متوصل في اتجاه عكسي الانوت بتاعه تحت مع السالب والكسف تفوق مع الموجب ومتوصل على التوازي مع الحمل وزي ما قلنا هنا سناء الزنر بيحافظ على جهد ثابت على اطرافه فبالتالي الجهد على الحمل هنا هيبقى ثابت برضه ليه؟ لانه متوصل على التوازي مع الزنر في دواعير تنظيم باستخدام دايرة متكملة وزي ما انتو شايفين الشكل اللي قدامنا ده دي دايرة متكملة بسيطة عبارة عن IC والIC دي لها تلات اطراف زي ما انتو شايفين كده بيبقى الثلاث اطراف بتوعها الطرف الاولاني الانبوت اللي هو جهد الدخل الغير منظم اللي هو مش ثابت يعني والطرف الثالت اللي هو الخارج بتاعها الاوتبوت دا جهد الخارج بعد التنظيم والطرف اللي في النص دوت دا بيتوصل ايه؟ بالارضي بيقى اطراف مشترك طبعا زي ما انتو شايفين كده الرقم اللي مكتوب على الدايرة المتكملة زي ما انتو شايفين كده الرقم دا اللي هو 78 05 يعني معناها ايه؟ ان جهد الخارجي هنا هيبقى موجب وكم فولت خمسة فولت اه الرقم اللي على اليمين دا دا اللي بيحدد جهد الخارج والرقم اللي اللي على الشمال دول اللي هي السلسلة اللي هي 78 دي دا الجهد الموجب فيه سلسلة تانية بقى من الدوائر المتكملة اللي تشغل منظمات للجهد بيبقى رقمها 79 ف79 دي هتديني جهد سالب والرقم اللي علمين يبقى هو جهد الخارج يعني لو كانت دي 79 05 يبقى جهد الخارج ايه؟ خمسة فولت سالب لكن 78 05 يبقى دي معناها جهد ايه؟ خمسة فولت بس موجب اه طبعا يعني الدوائر المتكملة ديت برضو بتبقى اكفأ وبنستخدمها كتير في الدوائر الالكترونية وهي بتحتوي في داخلها على ايه؟ على ترانزستورات متوصلة طبعا على التوالي وزنر ودايرة حماية من زيادة الطيار ودرجة حرارة يعني دايرة حماية برضو من زيادة الحرارة وتغذية خلفية ففيها مكونات كتير بس طبعا كلها داخل ايه؟ شريحة واحدة فمنظمات الجهد باستخدامة الدوائر المتكملة ديت طبعا بتكون اكفأ من الزينار طبعا ومن الدوائر البسيطة اللي احنا ومناها في الاول ويمكن احنا وصلنا كده لنهاية الحلقة النهاردة ان شاء الله في الحلقات اللي جاية نبقى نكمل مع بعض على بقية بقى الدروس بتاعت المنهج وفي دوائر المكبرات طبعا ناخد فكرة عنها برضو عامة وربنا يوفقكم واشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته